السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بكم في فيديو جديد على قناة التكامل للتقنية. ان شاء الله النهاردة هقول لكم على طريقة تحديث التطبيقات من مطجر جوجل بلي تمام? يعني لو انت عايز تحدث التطبيقات الموجودة على الهاتف او تحدث بعد التطبيقات الموجودة على الهاتف من مطجر جوجل بلي بعد التحديث الاخير لعام الفين تلاتة وعشرين يبقى هتتبع مع الخطوات دي. طيب كنت هتعمله علشان تحدث التطبيقات الموجودة على الهاتف من خلال مطجر بلي تمام? اول حاجة هتبقى تفتح مطجر بلي بالشكل ده كده. بعد كده هتضغط على اعلامة الجيميل الخاصة بيك اللي هي في اعلى الشاشة الناحة للشمال بالشكل ده كده. بعد كده هتضغط على ادارة التطبيقات والاجهزة بالشكل ده كده. بعد كده هننتظر ثواني اللاحز يقول لنا هوت جاري البحث عن تحديسات. هننتظر ثواني. طيب وبعد ما بننتظر ثواني هليه بقول لنا هوت حزاشر تحديسا في انتظار التسبيل. يعني بقول لي ان انا عندي حزاشر تطبيق عاجة اعملهم تحديس. طيب لو انا عايز احدث جميع التطبيقات هتضغط على تحديس الكل. لو انا عايز احدث تطبيقات مع عيونة هتضغط على عرض التفاصيل بالشكل ده كده. تمام? بعد كده هلاحز ان هو ان هوت جايب لي التطبيقات اللي هي عايز تعمل لها تحديس. طيب لو انا عايز احدث تطبيقات معينة على سبيل المسال هتبدأ تشوف تطبيق نهون اللي انت عايز تعمله تحديس. وهتبدأ تضغط على كلمة تحديس اللي هي موجودة وصد الطبي. تمام? يعني على سبيل المسال بقول لي ان هوت ان انا عندي تطبيق اللي هو مشغل الفيديو. اللي هو اول حاجة. لو انا عايز احدث هو فقط هضغط على تحديس بالشكل ده كده. طيب لو انا عايز احدث جميع التطبقات هضغط على تحديس الكل. هيبدأ يحدث لجميع التطبقات ديت. تمام? لكن لو انا عايز احدث تطبقات معينة هضغط على كلمة تحديس اللي هي موجودة اصدر طبيعي. وديت الطريقة اللي من خلالها هتحدث التطبقات الخاصة بمتجر جوجل بيلي بعد التحديس الاخير بمتجر بيلي. تمام? وبكده هنكون وصلنا لنهاية الفيديو. وازد عجبك الفيديو اضغط لايك. ما تنسوش الاشتراك في القناة عشان شجعونا اللي هنعملكم الجهة الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.